لخضر متقاعد أما الهواري فهو موظف النقطة المشتركة بينهما هي أن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة منها الأساسية جعلتهم يلجأون للاستدانة أو حتى الكريدي زيادات اعتبرها المواطنون يومية وعشوائية أتعبت كهيلهما الأسعار هي مرتبعة ودايما تحتر اليوم الغدوة من ذلك الفجر تصفها طلعت قليل من تحتلوه فيه هذه المواد يعني اللي هو يستهلكها يوميا من السباكي ماكشي ما لبلش كيدين نشرين القهوة الطماطيش السكر المقارون هاد الأمور البسيطة هاد الأمور البسيطة اللي يعيش فيها الإنسان القليل دركوا القليل هذا موجه الحق حتى بيشيري الحليب الوضع جعل من المواطن يطالب الدولة بضرورة تفعيل آليات رقبية للقضاء على هذه الظاهرة رسالتنا للسلطات المعنية والوزير التجارة مراقبة إعادة الناظر في هذه الأسعار المرتفعة ذلك الراتب بواحد يدير ما ينشعر أن زوج ملايين تلت ملايين ما يقدرش تفوت له حتى ربما عشر يوم ولا خمسة عشر يوم زيادات عشوائية غير مبررة ودون أي إشعار مسبق أصبحت تثقل كاهل المواطن وتنخر جيبه نخرا ما يتطلب تدخل السلطات لتضرب بيد من حديد المتسببين في ذلك من مضاربين